بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب و بنات تانية ثانوي اهلا بكم مع سلسلة حل تدريبات على قواعد ومواقف الوحدة الرابعة منهج تانية ثانية والترمي التاني في الفيديو ده هنشتغل على قواعد ومواقف الدرس الاول في الوحدة الرابعة ما تنساش الملف اللي انا بشتغل فيه ده موجود اسفل الفيديو تقدر تحمله الاول وتحله الوحدة وبعدين ترجع تشوف حلك معي صح ولا غلط ولذلك انا بيكون حل سريع ومش هنفع هتكلم ببطء علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل وبرضو مش هتكلم في تفاصيل التفاصيل كلها هتلاقيها مزكورة في الشرح لينكات الشرح موجودة في الديسكريبشن او موجودة في قوائم التشغيل هتلاقي قائمة التشغيل شرح تانية ثانية والترمي التاني موجودة بالكامل تقدر ترجع لها عل علشان اي تفاصيل عن اي قاعدة انت عايزها نبتدى على بركة الله مع سور اختي اختي هنا بتساوي ال هتاخد الفيرب اللي اخره اه نو بلايون ال افك اس هتاخد بلاي الاخيرها انت جو جو ايه جو هتاخد انا انظف اتفقنا ان الفيرب ممكن يبقى اخره اجراك وممكن الاجراك تحول الى زي الفيربين دول طبعا هتاخد الفيرب اخره اه اس الاطفال هنا كلمة جامعة بتساوي ال افك اس فحتاخد بلاي ان بتساوي ال في المفرد هتاخد نتوى نقط ده فعل في الامر بس الامر هنا مع مين مع فو يبقى الفيرب لازم يكون اخره ازاد بلاي اكنسو غرفتكم الامر دي اصنفيس الام تقول لابنها طبعا الام هتقول لابنها ايه فعل امر اهو وهتكلمه بصيغة التوى ما ينفعش تقول له تو لابنها لان التوى تحاول الى بعد الفعل تبقى توى تقول له توى 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 استيقظ مبكرا عبدالله او عبدالله نقط طالما ندهت الشخص باسمه يبقى هتدلو امر بالتوى هنا توى ليدو اغسل اسنانك المفروض طيب لاف ولا ليف اولا مفر بلاف يعني يغسل ليف يعني يستيقظ او يصحى او ينهض فهنا لاف ولاف لاف دي من غير اس واللاف دي فيها اس طالما فعله في الامر يبقى حزفنا منه الاس وهناخد لاف توى زي دي بالزبط لاف توى كان فيها اس وشلناها مع توى نو زالو نحن اتفقنا انه في الزمن ده زمن المستقبل القريب لما يكون الفعل الاول بيكون تصريف فلبا اللى والفعل التاني بيكون في المصدر طيب الفعل اللى في المصدر ده لو اولو سو يتم تحويلها مع الفاعل نو السو تحول معها الى نو يبقى نو زالو نو نحن سوف ننام متأخر. نفس القاعدة مع هتبقى انا سوف اخد دوش. انتم في اي ساعة طبعا هنا ده الفعل متصرف في عادي. اما الاخير ده ده فعل في الامر. طبعا ان هنا ما عنديش امر لان عند الفاعل موجود. ما فامي عائلتي وتاني عائلتي كلمة مفرد بتسوي ال. انا عارف الطلب وهي بتحل بتعتبرها جمع مش فاهم ليه. عائلتي كلمة مفرد. عائلة واحدة وليست عائلات. بالتالي هتسوي ال في المفرد وبالتالي هتاخد س. هنا فعل امر بس امر منفي. طالما امر منفي مفيش تحولات. هيبقى الامر كده. لا تستحم قبل الزهاب الى النادي. في الحفلة. انا سوف ابييه على مد. مع الج هتاخد سوف البس على المد. ال نقطة تار لفندردي. هي تستيقظ متأخرا يوم الجمعة. انا اذهب الى الغرفة. نفس القعدة. هنا ج وفعل متصرف الفعل التي تنهيغ في المصدر ولكن لتشارك رائد على مد. ومد cheap. لها نريد التنهيغ في المصدر. لكن ال سوف اتحول الامر على حساب ج. يبقى جيو في المد. الى زمانة لأشباء. ينزل على المد. يستمر للمد. الى الغرفة إلى التنهيغيزة. ينزل على المحل على شان الحافلة. هما الاتنين مع بعض بقوا جمع. يعني إيل افك اس. إيل افك اس هتاخد س بخامن. اخر او انت. اوليفيه هنا في فيرب اللي متصرف لازم يجي بعده في المصدر. اوليفيه بيساوي إيل يبقى س ديجيزي. اوليفيه س ديجيزي ان كوزينيه سوف يتنكر في زي طبخ او شيف. اطفالي او ابنائي هنا كلمة جمعي بتسوي إيل افك اس. اه في الوك اند متأخر. اطفالي هتاخد س كوش ينامون متأخرا. اكل او في اي ساعة تي. طبعا تي تلايه. انت تستيقظ لو متا. نو نقطبو غالي اه شي نو جران باران. نو نو نحن نعدو انفسنا او نجاهزو انفسنا. سي جرسان هؤلاء الاولاد عمر اي رامي. الولادين دول سابل هما جمع بتسوي إيل افك اس فهتاخد الفير بكده. نو دان زان نوفيلة طبعا نو هتاخد الفير بالاخر او ان اس نو نحن نعزل او ننقل شقة كلمة مذكر بس سأولها حرف هتلاقي نو تحولت الى نوفيل بقل واحدة. نوفيل بقل واحدة بتجي امام كلمة مفرد مذكر او العفويل. ميزا مي اي موا اصدقائي وانا نو احنا نو زي مو نحن نحب طالما فعل متصرف الفعل التاني في المصدر طب الفعل اللي في المصدر ده اوله اس الاس هتحول مع النو هتبقى نو زي مو نو زي مو نو زي مو اخويا اي موا وانا اخويا وانا هنعوض عنها بمين بان. ان بتساوي الف المفرد بالتالي هناخد رانج لا شامر. ال نقطار لو دمانش. ال سليف. ستشميز هذا القميص. كمبيان لازم كمبيان يجي بعدها ده بالرغم من اني لازم يجي بعدها كل مجمع. السؤال عن العدد خدناه فولا سانوي. بنسأل بكمبيان ده ده او ده ابوسترف. وابتو تغيرش. ولازم يجي بعدها كل مجمع وانا خويا من النقطة دي. ان بتساوي ال هتاخد viciousه لازم يجي بعد وانا اخذ الوقت كمبيان دي لاس complementJack am objective. سيجيب اين. ان بابتو تغير في ده او. mới ؟ اخذ علينا هنا ان تسمى 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 اي ماتها. كمبيان دي. فيها التواق. cussion يا دي دي représاني تصين ساتية. مم المطد لك Party this سเพالge لعبة في كمvorthام 여자 شام 있어 بكميان HYز الوقت للي ده او اظر لاتدفع بجانب في المصدر لا يجب العرّع لعمل غسيلا لكه في المطبع لا تأتي به لا تأتي به لكي تخرج. تُو نُو لاخيرها اكس. السرير كل ما مذكر هتأخذ او. يذهب الى السرير. هنا نداء انت يا مرتين. طالما نضعت لها باسمها هيبقى اديها امر بالتو. هقول لها ايه؟ ما ينفعش يجي تحويل. في الامر اذا كان منفي التحولات دي ما بتحصلش. لا رب تبلي الفستان يوجيبوكا؟ ايوه أل مبلي يوجيبوني. او بيتساوي إيل اساي. سي ما شامر هذه غرفتي. جي في انا سوفا لا نتوية. منا انت يا منا حد ديها فعل في الامر مع تيها او لها كوش توى. نامي مباكيران ماشي. ما سر اختي نو ارت لسالان. اختي بيتساوي أل بيتالي هتأخذ بالي. بالي لسالان. ماما يا ماما جي في انا سوفا نوات دان سيت بوتيك في هزال بوتيك. في يجي باعدة فعل في المصدر و هو هوا انتري سوفا ادخول. جي پوان ليدون. أنا إيهل اسنين. جي ملاف ليدون. اغسيلو اسنيني. جي تتبعني تيها. تساليفني تنوВيلو عقلتك. طبعاً دسو أل بي PEU. لأخير ها إيكس. ليا أصدقUp ليا تكون ماريدة ليا ايها الإيخول ولمدرسة لذا أصدقنا ليس في العيخول هذا التصدق المناسب مع ليا دمي مفلح ودمي مفلح ما شامل إيه دوما غور فأتي تكون أمام لكولوار كولوار كيف أتكرى لتلك الأمر أو المفلحة في الشاشع ليا إيه أمام إيه امام امام لديك في نتاح أمام جهول أمام يمام امام مارش جهول هل انت سوف تعمل وجباتك؟ رد الوي انا سوف اعملها نفس القاعدة نفس القاعدة الفعل متصرف والفعل الثاني في المصدر الفعل اللي في المصدر مع ج هياخد م يجب ان استيقظه مبكرا طبعا الفيه البنات سوف تعمل س الفيه سوكيب دو لامود البنات تحتم بالمود ما كوبين زميلتي سوف تعمل س نحن نوزابيو داويد سوى مابل تكوش انت بتنم جرجت اسمي بالنوتا سو كونسانتر سو كونسانتر يعني بتركز على التنكر في الحفلة كون بوليفو متى انتم تستيقظون؟ ما سور اغتي بالي لسالان كوش نوقد رامي طبعا هنا كوش توى تكرد اكتر ممارة نم مبكرا يا رامي نوقد ايلا شامر دو ساعة نوقد تكون غرفة سارة ما تكون غرفة سارة دي ما مذكر متى تكون غرفة سارة ما تنفعش كومو كيف واتفقنا من سنة اولى ان كومو لها استخدامات كتير اهمها انها بتسأل عن الوصف كيف يكون الشخص كيف يكون الغرفة كيف تكون اي حاجة اي حاجة عقل او غير عقل بتسأل عن الوصف عشان تجاوب عليه لازم تديني وصف وصف الحاجة اللي انا بسألك عليه الكتب جامعة نعود عنها بلايه ثم يتناول الغداء الساعة دايما تاخد ا بدون تغيير اخويا او انا هنا هنعتبر هنو نرتب اه اه لازم يجي بعدها دو الدو بتتغير على حسب الكلمة والكلمة دي مذكر بالتالي هتاخد دو اكوتي دو لي جام انا بحب برومني على البلاج طبعا ج هتاخد م جام مي برومني على البلاج ثاني نو و با السؤال الفعل امر في النفي الامر في النفي لا يتم التحويل بهذا الشكل ولكن يرجع لاصله نو تلاف با تاغ لا تستيقظ متأخرا ما صور اختي باس الاسبيراتور وهنا بلخبطك بين باس و رباس باس يعني يمرر المكنسة الكهربائية لكن رباسي يعني يكوي يكوي الملابس فالفرق في الاي في الر انا طبعا هختار نو زالو طبعا نو كوشي طغ جو في دو ما شامبه بور انا داخل غرفتي لكي مكوشي كلام بدأ يتكرر كتير مارك مارك بيسوي قيل هياخد اس أبوسخف مارك سابي بارلي دو تاش تاش ميناجير ده عنوان الجزئي كبير في الدرس تاش ميناجير اعمال المنزلية او الاعباء المنزلية او المهام المنزلية تاش دي كلمة موانه في جامعة تلاقي ميناجير موانه في جامعة ايل افك اس طبعا سبخيبار ابي توار البس بسرعة لو متن ال س ال سلاف لدن لاز افان الاطفال هنا ده سؤال بقى في الاي ده هنا بنده لهم يا اطفال او يا ولاد امري منفي هقولهم نو نو كوشي تمام طالما فيها نفي التحويل لا يحدث لو شلتوا النو والبا هقولهم كوشي كوشي هنا امري فين الامري متصرف مع تي طبعا هيكون love لان انا اشهلنا منو الاس كده بخلصنا اسئلة الجرامير ندخل على المو تي رانج تا شامرة انت بترتب غرفتك تي دي انت هتقول برتب سريري هنا بغسل الاطباق او الموعين وهنا بكوي طالما بقولك بترتب الغرفة يبقى طالما بقولك بترتب الغرفة يبقى ماما بتجهز الغداء في المطبخ قال تي دي هي ممكن تقولك ايه هتقولك روح اشتري فستان ولا ايكنس بالمكناسة الكهربائية طبعا هي المفروض او مخشي اشتري الروح اشتري تماطم من السوق بتوصف غرفتك تي دي انت هتقول ما جاوصف الغرفة هقول يوجد صالة ولا يوجد صفرة ولا يوجد ترابيزة طبعا الغرفة الوحاجة الوحيدة اللي ممكن اقولها هنا هي او اي حاجة تانية من اجزاء الغرفة زي و اي بقى حاجات الدكورات اللي قلناها قبل كده في الدرس تي دون تون افي تعطي رأيك سير لاميزون دوتونامي في بيت زميلك هنا خبه لك من كلمة رأي لازم تديني رأي تي دي انت هتقول تان پانطالون اشيك تان لوجمان اسوبر مسكنك لوجمان مسكن بتساوي كلمة ميزون بس دي مذكر طبعا دي الاجابة الصحيحة طبعا تان فولار الاشارب بتاعك او الاسكارب بتاعتك اصلية طبعا بكلم عن ميزون يبقى كلمة لوجمان والاجابة الصحيحة بتقول لصاحبك عما انت تفعله صباحا تي دي انت هتقول يا ترى الصبح بتعمل ايه باخد الدوش الساعة سبعة طبعا هنا بتعش الساعة تمانية بالليل وهنا بتناول الغد الظهر طبعا انا قلي صباحا ما عنديش اختير غير دي عشان تغسل الاطباق والمواعين تي دي انت هتقول انا رايح المطبخ ولا رايح الحمام ولا رايح السفرة طبعا الى كوزين تانكو بان تودوموند زميلك بيسألك تزاكتيفتي كوتيديان عن انشطتك اليومية إل دي هو هيقول طالما هو بيسأل هو هيقول سؤال اللي هو السؤال ما فيش غيره كايس كتوفي ماذا تفعل بندون لاجورني خلال النهار او الخلال اليوم تي دي تانكو بان انت بتقول لصاحبك عن عدد غرف منزلك او عدد اجزاء منزلك إل دي هو هيقول قبالك انت بتسأل زميلك عن عدد اجزاء منزله هو هيرد يقول يوجد ست قطع او ست اجزاء لو انت اللي هتقول هتقول السؤال ده اللي هو يوجد كم غرفة او قطعة في منزلك السجادة لا تكون نظيفة انت هتقول يجب انكويها يجب انك نسها دي طبعا الاجابة الصحيحة يجب ان نصلحها هي مش بايزة متوسخة فهنكنسها انا بقول انا برتب سريري و برتب غرفتي عشان ايه عشان تسأل عن السعر ولا عشان توصف غرفتك ولا عشان اتحدث عن انشطتي اليومية طبعا دي الاجابة الصحيحة تتكلم عن النشاطاتك اليومية التي تفعلها في البيت تتكلم عن النشاطاتك اليومية التي تفعلها في البيت تتكلم تتكلم عن السعر انا اشارك غرفتي مع اختي هنا لك اخوك اخويا و انا لدينا غرفة صغيرة دي الاجابة الوحيدة المنطقية هنا تتكلم عن السعر انا امرر المكنسة الكهربائية وبكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو الاول وخلصنا حل تمرين على قواعد ومواقف الدرس الاول في الوحدة الرابعة اشكركم جدا واستنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته